سجن ايفين احد افضاع سجون النظام الايراني على مرآة الكاميرا بعد ان تمكنت مجموعة من الناشطين الايرانيين من الوصول الى رموز كاميرات المراقبة الامنية في السجن وتسريب المشاهد المتوقعة عن فضاعة ما يجري داخل هذا السجن سجناء سياسيون ومعارضون يتعرضون للضرب والسحل والتعذيب والاهانات وهذا كله يجري في الممرات المجهزة بكاميرات مراقبة فما بالك بما يجري في الغرف المظلمة حيث تشرع المسالخ البشرية ما سرب يعد غيظا من فيض فلقد اكدت الجهة التي سربت هذه المشاهد ان لديها مشاهد اخرى ستقوم بعرضها تباعا على مواقع الالكترونية ومنصات التواصل لعل العالم يرى بالعين ما سامعه بالاذن من الجرائم التي ترتكب ضد المعتقلين في الجناح المخصص للنساء في سجن ايفين سيء الصيت لا يختلف الامر عن قسم الرجال فكلاهما يأخذان نصيبهما من صخط نظام خامنائي على كل من رفض الاستبداد والظلم وامتعض من تدهور الاوضاع الاقتصادية ولطالما انتقدت جماعات دولية مدافعان حقوق الانسان سجن ايفين كما ادرجت الولايات المتحدة على القائمة السوداء عام 2018 بسبب وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان في زنازينه كذلك اكدت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير سابق لها ان سلطات سجن ايفين تمارس التعذيب والاذلال والاستجوابات اليومية المتعددة التي تستمر لاكثر من ست ساعات والحرمان من الرعاية الطبية وزيارات الاقارب وعادة ما تشرف على السجون مجموعة محترفة في اكتشاف اساليب تعذيب لم يسبق لها مثيل وقد تكون قد شاركت في قمع الانتفاضات والاحتجاجات ويكفي ان يرى ما يحدث في سجون العراق وسوريا وميليشيا الحوثي ليعرف شكل مدرسة الاجرام التي اسسها نظام ايران ونشر تعاليمها في الدول التي يحتلها